اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء مستمعين مثل ما عودناكم في شهر رمضان الكريم شهر الخير هيئة الصحة ممثلة في إدارة تقنية المعلومات قدمت لنا حقيقة جوائز يومية نطرح فيها سؤال عليكم السؤال اليومي وفي نهاية الحلقة نجري السحب على جهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي سؤال الحلقة اليوم يقول مريض السكري النوع الأول المعتمد على الأنسولين أهم شيء يحسبه هذي اللي كاتبتنا في النص شو دكتورة هذي طبعا السؤال كاتبتنا الدكتورة وفا عايش اليوم قلنا ما ناخذ السؤال من عندها يتم أهم شيء يتم حسابه يعني هو شو أهم شيء يحسبه أو يهتم بحسابه مريض السكري النوع الأول اللي معتمد على الأنسولين هل يحسب الكاربوهايدرات البروتينات الدهون ولا الفيتامينات والمعادن اختار اختيار واحد بس من هذه كاربوهايدرات البروتينات الدهون الفيتامينات والمعادن ويمكن يعني اللي حاب يشارك في المسابقة يرسل لنا الإجابة يعني شو هي الكاربوهايدرات مع اسم الثلاثي نزين وعلى الرقم 4006 إذا يبغي يرسل كاربوهايدرات أو يرسل بروتينات أو يرسل الدهون مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006 عشان ما يقولون غششتهم الإجابة نزين اليوم كم فايز مناخذة ثنينة؟ يا السلام عليك يا شواق يا السلام اليوم ثنينة فايزين طيب ولا تزعلين يا ميتة أنا يعني المفروض أني أنا أقرأ الأخبار وأعطيكم جولة في الأخبار لكن اليوم ارتقيت أني أنا أدخل في الموضوع على طول لأنه أبغي أكسب أكبر عدد من الوقت الوقت ما شاء الله بدأت الإجابات على طول صح؟ ايه غششتهم فأبغي أستغل أكبر عدد من وقت الحلقة لموضوعنا الرئيسي اليوم دكتورة أنه موضوع ما نفتحه لهو موضوع التأمين يعني أنا نفسي لحالي بدي أسأل دكتور حيدر عليه ايه الحين ترى الدكتور حيدر اليوسف معنا في الحلقة اليوم هياك الله معنا الدكتور يا مرحبا يا هلا دكتور حيدر اليوسف موجود معنا للحديث عن التأمين الصحي عندنا تقريبا وصلنا إلى المراحل النهائية للقانون قانون ضمان الصحي فمن نتعرف على هذا القانون وأيضا من نستقبل استفساراتكم كذلك اللي حاب يشاركنا على الرقم 60551414 وإذا حصلنا وقت في نهاية الحلقة معني أنا أشك أنه ممكن نحصل وقت دكتورة ما نتكلم على بعض الأشياء الغذائية لكن دكتور شو رمضان وياك وكيف الأكل؟ والله رمضان طيب الحمد لله فعل نحن اليوم قلنا حك شركات التأمين قبل رمضان رمضان تكنسل من الكلندر حك شركات التأمين ما عندهم رمضان السلع لأننا عندهم شغل وايد يا سلام علي أنا أعطيكم العافية الله يسلم طيب طبعا أنا رحب بضيوفي في الحلقة اليوم دكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي ودكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي طبعا مستمعين منحت هيئة الصحة في دبي جميع الأفراد فترة سماح ممتدة حتى نهاية العام الجاري 2016 لشراء باقات التأمين الصحي من دون أن توقع أي غرامة على ذلك وذلك ضمن منظومة الضمان التي أسست لها وكفلت تنفيذها أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما تدفق الطلبات شراء باقات التأمين الصحي على الهيئة من خارج إمارة دبي وأفادت الهيئة بأن منظومة الضمان الصحي في دبي تم تصميمها لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها من سائر إمارات الدولة طبعا نحن تحدثنا عن أن المنظومة هذه الهيئة عطت فرصة أكبر للأفراد ولكن هذا لا يعني أن المهلة النهائية تم تمديدها دكتور صحيح مثل ما تفضلت قوي محمود المرحلة النهاية تنتهي بنهاية الشهر هذا إن شاء الله تعالى اللي هو 30 يونيو 2016 واللي هو بموجبها يتوجب على جميع الشركات الصغيرة أفراد عمالة المنازل أفراد أسرة المقيم الموجودين في إمارة دبي الحصول على التأمين الصحي مثل ما أعلنت الهيئة أنه ما رح تكون فيه غرامات تأخير على الأفراد لحد نهاية العام لكن هذا لا يعني فيه مسؤولية صاحب العمل أو رب الأسرة طبعا الغرامات بس بالنسبة للأفراد فمسؤولية رب الأسرة عن توفير التأمين الصحي مسؤولية السبونسر أو الكفيل بالنسبة لعمالة المنازل عن توفير التأمين الصحي مثل ما شفناه كثير من الحالات اللي شفناها معاكم كثير من الأفراد يتعرضون إلى العواز المالي نتيجة وجود حالة صحية مفاجئة محتاج الشخص يدفع من جيب الخاص مبالغ كبيرة جدا وبالتالي التأمين حماية للجميع فإحنا نتمنى من الجميع أنه ما ينتظر الغرامة وإنما يشارك ويبدأ يوفر التأمين الصحي لأفراد بغضابط أنا هذا اللي كنت بتكلم عنه يعني الحين إذا أنا عندي مهلة لين نهاية السنة شو الدافع اللي بيخليني أني أنا أتوجه وأمن العمالة اللي موجودين عندي في البيت صح ولا دكتور؟ صحيح الحقيقة أخوي محمود هايقطة واحد مهمة يعني حتى لو لاحظنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لما وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى ومن ثم نهاية المرحلة الثانية هاك الوقت بعدها ما كان في غرامات ما كان في ربط مع الإقامة وشؤون الأجانب مع ذلك كانت الغالبية العظمة من الشركات نتيجة العمل المستمر معهم أدركوا أهمية التأمين الصحي بالنسبة للموظفيهم أهمية دورة في زيادة الإنتاجية دورة في حماية صاحب العمل كذلك يعني اليوم أنا لو عندي محل صغير في ثلاثة وأربع موظفين وفجأة واحد منهم محتاج إلى عملية مفاجئة يعني عندي 25% من القوى العاملة عندي اختفت فجأة هالشخص هذا قبل ما كان عنده حل إلا أن العامل عنده محتاج العملية يقول له حوله ولا قوة إلا بله يدفع المبلغ كامل أو يسفر إلى بلاد وهذا طبعا شيء مش جيد وبعدين يقضي إلى شهرين ثلاثة يحاول يحصل بشخص بديل ويدفع مبالغ الفيزا من أول ويديد في جميع الحالات كانت لوز لوز سيناريو كان في خسارة للموظف خسارة أو العامل خسارة لصاحب العمل خسارة للعمل نفسه الجميع كان خاسر وفي نفس الوقت طبعا الشخص هذا اللي كان محتاج إلى علاج سريع ومهم ما قادر يحصل على العلاج دائمين الصحيح الجميع المشاكل هاي وبالتالي نشوف زيادة كبيرة في الوعي عند أفراد المجتمع عند الشركات عند أصحاب العمل عند رب الأسرة بأهمية الموضوع هذا وحاجة الأفراد إلى التأمين الصحي اللي عملتها الهيئة وجود أسعار جدا منافسة قبل يمكن كان التأمين الصحي صعب المنال أو الناس يتفكر أنه صعب المنال حتى بالنسبة لكبار السن لأنه كانت الأسعار غالية ما كان فيه نظام تأمين الزامي يشمل جميع أفراد المجتمع وبالتالي بالنسبة لشركة التأمين دائما كانت تتقيم المخاطر ففي ظل عدم وجود تأمين الزامي المخاطر دائما عالية لأن الشخص اللي يشتري التأمين هو الشخص اللي محتاج للتأمين فقط اللي هو مريض الحينة يعني مش أنه مثلا متخيل أنه بين مرض باشر أو ورب لكن حاليا عنده حالة صحية معينة يحتاج العلاج وبالتالي يروح يشتري التأمين فكان الرزق بالنسبة للتأمين العالي لكن دخول جميع أفراد المجتمع إلى مظلة التأمين الصحي يعمل بالنس يعمل مساواة في عملية الرزق وبالتالي تنخفض الأسعار بشكل كبير من شذا نشوف باقات العمالة باقات الخدم تبدأ أسعارها من 550 درهم باقات كبار السن في إمارة دبي تبدأ أسعارها من 2500 درهم وهذا شيء يعتبر تغور كبير جدا وفيه اليوم باقى متوفرة لكبار السن بأسعار جدا منافسة وبالتالي التطبيق الكامل لمنظومة ضمان الصحي في الإمارة على جميع أفراد المجتمع عمل الكثير من ما يسمى أو الكفاءة التشغيلية في المنظومة الصحية مما أدى إلى توفر التأمين الصحي بأسعار جدا منافسة لجميع الفئات المستفيدة من التأمين الصحي طبعا دكتور دايما على 10 و 15 دقيقة لازم تكح دكتور وفا أثبت وجود إذا كود ما بينك والله هذا إثبات وجود دايما أنا ساعات ما أقدمها أقول ما أقدمها بعد الفاصل فهي لازم تكح نقول لك إنه ما وجود لكن دكتورة مفتحة البجال حتى إذا عندها تشسلة محينة مع الدكتور حيدر لكن خلينا أطلع هذا الفاصل القصير وبعدها ما نرجع بس مئتا قبل لا نطلع نذكر بسؤال حلقة اليوم مريض السكري النوع الأول المعتمد على الأنسولين أهم شيء يهتم بحسابه هو الكاربوهايدرات البروتينات الدهون ولا الفيتامينات والمعادن وطبعا يمكنكم رسالة الإجابة مع الاسم الثلاثي على طقم كم الرقم سيته 4006 صح 4006 طيب تعرفين أنا أستغرب يعني يا جماعة الخير ما حد يطرش لي يقول لي والله أنا كل يوم أرسل مسجات ما ربحتوني ولا ما أدري كذا هذا كمبيوتر يختار مبنى اللي يختار فاصلوا ما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام كان فيه نقاش يعني حاد حاد لا مبحادة السؤال في ياكم كان فيه نقاش قبل الهوة فلي ما يعني خلصنا هذا النقاش إن كل واحد يصلح سيارته فطلحنا على الهوة على التأميني صلى على التأميني عموما خلي نذكركم بسؤال حلقة اليوم مريض السكر النوع الأول المعتمد على الإنسولين أهم شيء يهتم بحسابه الكربوهيدرات البروتينات الدهون الفيتامينات والمعادن وخلونا نلغي الفيتامينات والمعادن نقول الخيارات هي الكربوهيدرات البروتينات الدهون يمكنكم رسال رسالة الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي أيضا جماعة خليل يوم فاتحيني موضوع التأمين اللي عنده أي استفسار ممكن أن دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي يجاوب عليه بشكل مباشر أيضا دكتور جانا سؤال تحت الهوة يقول باقة الخمسمية وخمسين درهم اللي تحدث عنها هل يتم توفيره من قبل هيئة الصحة أنا أعتقد أن فضع طبعا هيئة الصحة هي جهة ترخيصة أو بالأحران التصريح تصرح هيئة الصحة لدبي لشركات التأمين تقديم باقات التأمين الصحي في إمارة دبي عدد شركات التأمين المصرح لها من قبل هيئة الصحة 48 شركة تأمين عاملة في إمارة دبي منها تسع شركات مرخص لها عملية تقديم الباقة الأساسية الباقة الأساسية هي للأشخاص اللي دين يقل دخلهم عن 4000 درهم شركات التأمين التسعة المذكورة يجب أنها تقدم الباقة هاي لكل شخص يقل راتبها عن 4000 درهم بغض النظر عن حالة الصحية فهي مطالبة قانونا وليس من حقها أن ترفض تقديم الباقة هاي لهؤلاء الأشخاص بالأسعار المعلن عنها من قبل الشركة تتراوح الأسعار هاي ما بين 550 درهم إلى 700 درهم كذلك توفر الشركات هاي والشركات الأخرى العاملة في إمارة دبي الكثير من الباقات الأساسية المشابهة في نوعية التغطية وفي السعر لجميع أفراد المجتمع اللي هم نتكلم عن طبعا الفئة العمرية اللي أقل من 60 سنة خصوصا أفراد أسرة المقيم الموجود في إمارة دبي إذا كان حاب يشتري لهم باقة أساسية طبعا في باقات كثيرة موجودة يمكن تتراوح أسعار الباقات إلى 10.000-15.000 درهم لأنه في النهاية الباقة تعكس ما يجب أو ما يحب الشخص أنه يأخذ يمكن شخص يبه مثلا باقة تأمين كل ما يكح تأخذ طيارة تودية أمريكا يتعالج هذا كذلك فيه شخص حاب يشتريه وفيه شخص مستعد أن يبيعها فإمارة دبي دايما سوق منافس فيه كثير من الباقات اللي هي تعتبر جدا لقجري فيها بمزايا خدمات فندقية مش عارف إلى آخره الباقة الأساسية هي باقة تتكلم عن حماية الأفراد الحماية معنات أن الشخص مش محتاج أنه يأخذ مبلغ من مأكله من ملبسه من مدخراته الأساسية عشان يصرف على الرعاية الصحية احتياجات الصحية الأساسية كلها تكون موجودة في الباقة الأساسية اللي توفر بالأسعار اللي ذكرناها طبعا دكتورة بس أنا آسف جدا بس عندي اتصالين على السريع نأخذهم عيسى تفضل يا عيسى السلام عليكم لا تفضل يا عيسى لا استمحت أنا بس بغيت تسفر كلمة الدكتور بخصوص التأمين الصحي على سلسل الخدم أشياء المساعدة بغيت أعرف إذا كانت اللي قامة باقي عليها السنة هل يشمنها أني لازم أشألها تأمين إذا باقي عليها السنة هاي نقطة جدا مهمة إذا تسمح لي رد عليها طبعا مثل ما ذكرنا الحد النهائي للحصول على التأمين هو نهاية الشهر هذا الغرامات ما تقع إلا على نهاية السنة لكن ما في علاقة ما بينه وبين فترة الإقامة يعني ممكن الشخص حتى لو مثلا جدد الإقامة الحين قبل الموعد النهائي والإقامة فيها سنتين فنظريا ما في ربط ما بين الإقامة والتأمين لأنه حصل على الإقامة من غير ما يكون عنده تأمين للخادمة أو العامل لكن هذا ما يجنبه الالتزام القانوني اللي هو تفهير التأمين الصحي للعامل وإذا صارت مشكلة طبعا هو بيكون مسؤول عنها وفي نفس الوقت إذا بدت الغرامات راح يحاسب على الأشهر اللي ما وفر التأمين بالنسبة للعامل وبالتالي الالتزام القانوني عند المرحلة أو عند انتهاء المرحلة مش عند موعد تجديد الفيزا عملية الربط مع الإقامة هي عملية تنظيمية للتأكد من حصول الجميع على التأمين إلى أن هذه مش فقط الالتزام الالتزام هو توفير التأمين في المرحلة القانونية جميل خلنا أخذ تصلاة ثانية منو معانا؟ أحمد فضلي أحمد صباح الخير بقدر بكتور بنسبة للشركات التأمين التسعة اللي هم المصرح لهم أن يقدموا الباقات الأساسية والهم أن احنا بندور على شركة عشان موضوع التأمين بس في مشكلة لعننا اللي هو التفصيات بتاع الشبكات هاتي بتاع الشركات هو الكلينيك بس يعني ما 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 بيشمل المستشفيات الحال الثاني في موضوع أنا ما قادر استوعبها يعني ما عارف شن الفرق بينها بالنسبة للمستشفيات إذا أنت مثلا عندك تأمين كيف ما بيدوك معلومة كافية عشان أنت تجعل على ضوعة تختار شركة من الشركات تعمل لك الثالث الأخير بالنسبة للفيزة نحن مثلا عندنا عمال لسع يعني فيزتهم غير الإجراء هم حيدخل الدولة هذول يعني إظامتهم بعدين حتوقف ما لم يطلعوا التأشير مع العلم إنهم التأمين مع علم إنهم هم خارج الدولة ولا لازم يجي الأول بعد كده نخلص لهم إجراءة التأمين جميل واضح أحمد تسمع الإجابة تفضل الدكتور طبعا بالنسبة للباقة الأساسية مثل ما ذكرنا هي موجودة عن تسع شركات الشركات التسعة المرخص لها بتقديم الباقة الأساسية في إمارة دبي هي شركة عمال للتأمين شركة متلايف أليكو أكسا أرب أورينت تكافل الإمارات دار التكافل راس الخيمة انجي آي هاي تسع شركات اللي تقدم التأمين الصحي أو الضمان اللي تقدم التأمين الباقة الأساسية لفئة العمالة الباقة الأساسية تغطي زيارة الطبيب التحويل إلى الأخصائي جميع العمليات الجراحية الضرورية حالات الطوارئ حالات الحمل والولادة فهي تغطي جميع احتياجات الأساسية للفرد السؤال اللي ذكر الأخ بالنسبة للإن بيشن والأوت بيشن إني بيشن هو العلاج داخل المستشفى أوت بيشن هو العلاج خارج المستشفى في زيارة الطبيب زيارة الأخصائي الفحوصات كلها يسمىúsica هو العلاج داخل المستشفى طبعا النقطة المهمة للباقة الأساسية أن فيها في العلاج داخل المستشفى حد أعلى للدفع يعني اليوم مثلا لو كان المريض محتاج إلى عملية تكلفة لنفرض خمسين ألف درام أو مئد ألف درام يدفع هو المشاركة في العلاج 20% لكن تصل إلى 500 درهم ويتوقف ما يدفع أكثر من 500 الباقرة الرئيسية ما بتغطي العيون الأسنان؟ ما تغطي علاج الأسنان غير الطارئ لو كان في حالة الأسنان طارئة نعم تغطيها لكن العيون إذا كنت تقصدين به علاج العيون فهو مغطى بشكل كامل لكن إذا تقصدين به النظارات فالنظارات غير مشمولة بالنسبة لخارج الدولة دكتور طبعا إحنا ننصح دائما الأفراد بعدما يدخل الشخص للدولة عنده فترة شهرين لأنه يدق الإقامة في الجواز في خلال الشهرين ها يعمل الفحص الطبي ويعمل الأمور المختلفة ومتطلبات الإقامة بعدما يعمل الفحص الطبي ويكون الفحص الطبي إيجابي وما في عنده مشكلة صحية ننصح في هذه الفترة أنه صاحب العمل أو الكفيل يأخذ التأمين باعتبار أنه خلص تم تثبيت وجوده في البلاد حدثك يتكلم دكتور حيدر أنه أقل من ستين يعني فوق ستين لا يغطيهم التأمين فوق ستين الأسعار تختلف في باقات كبار السن أو باقات يعني ما نسميهم كبار السن فوق ستين بعدهم أشخاص لكن ما يسمى بالريسك بروفايل أو نسبة المخاطر بالنسبة لشركة التأمين تختلف في الفئة العمري فوق ستين شو نسميهم دكتور شباب 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 دكتور صغير ترى يا جماعة الخير لا حغيركم طب سؤال دكتور لو كانت مثلا يعني الأب الإبن مثلا إقامته دبي والأب والأم قامتهم شاجر هل بيقدر أنه يحطهم على التأمين نعم عليه طبعا شركات التأمين هم ليس الكفيل شركات التأمين توفر الب samen هذا للجميع عادة حتى لكثير من الأشخاص اللي يطلبونها من خارج أمارة دبي هم طالبين قانونا أنه طبعا إذا كانت الإقامة صادرة من أمارة دبي إلا أنه التأمين هذا يوفر للجميع إذا كانت الإقامة صادرة من خارج أمارة دبي إحنا ما عابدنا كنترول عليهم بعتبار أنه آه يعني هذا القانون فقط لامارة دبي هذا قانون الضمان الصحي لإمارة تدبيه اللي هو القانون رقم 11 للعام 2013 اللي هو صاحب اسمه الشيخ محمد براجة المكتوم بصفته حاكما لإمارة تدبيه قانون محلي كان معظم الأسئلة كانت يعني كيف نقدر نحصل على بطاقة تأمين للخدم وما هي الشركات أنت جاوبت عليها الدكتور تقريبا من خلال سير الحلقة دكتور أنا في شيء أوكي ليش التأمين يتجدد كل سنة وما ينربط بمدة صراحية الإقامة هذا السؤال كان يأينا الدكتور نعم التأمين هو دائما التأمين عملية احتساب المخاطر تراجع كل سنة مثل تأمين السيارة مثل تأمين الصحة الأمور هاي كلها تراجع سنويا وتكلفتها تراجع سنويا اعتمادا على نسب التضخم نصب ارتفاع تكلفة العلاج فهي عادة تراجع سنويا احنا حاليا في مباحثات مع شركات التأمين لأن احنا نزيد الباقة إلى سنتين تأمين سيارة خمس سنوات احنا نخلوها سنتين وبالتالي يتم ربطها مع الفيزا وبالتالي الشخص يعمل تأمين مدة سنتين وان شاء الله تعالى نشوف كثير من الشركات مستعدة انها تحول الباقة إلى سنتين بدن الله دكتور واحد بعمران يسأل عندي خدامة اقدر اسوي له تأمين سعادة طيب بعمران خلي الاجابة بعد الفاصل دكتور خلنا اطلع الفاصل هذا بس نذكر بسؤال الحلقة سؤال الحلقة يقول مريض السكري النوع الاول المعتمد على الانسولين اهم شيء يهتم بحساب الكربوهايدرات ولا البروتينات ولا الدهون ارسلوا لنا الاسم الثلاثي مع الاجابة على 4006 وايضا مداخلاتكم بعد الفاصل من اخذها ان شاء الله وسمعنا الكرام فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة من زين يا هلا اليوم عادي صعب يا ابي سامحيني لو بعدينا الضيك مميز سخن لانا في مجموعة اسئلة حاولني انا اختصرها الدكتور قبل 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 ان نرجع لك خلونا بس نذكر بسؤال الحلقة سؤال الحلقة يقول مريض السكري النوع الاول المعتمد على الانسولين اهم شيء يهتم بحسابه هو الكربوهايدرات والبروتينات تقدرون تطرشولنا الاجابة السريمة على 4006 وايضا قبل ارجع لكم دكاترة بس خلونا اخذ هذه المكالمات على السريع معانا عبدالعزيز عبدالعزيز يا هلا عبدالعزيز اختصر لي لان الوقت يعني انحاول سؤالين على السريع سؤالين للدكتور على السريع بعد اذنك الله يتذكر خير اول سؤال انه اني اشغالي في شركة وهل نسمعت انه صار جباري التامين فهم عم يصيرنا تامين بس عم يخصمون من راتبنا هل في عندكم تعميم للشركات انه مشان ما يخصمون من راتبنا واضح لاني ما قدر اقول للمدير ليش تخصموا واضح سؤال الثاني سؤال الثاني سؤال الثاني عني الحين زوجتي حامل يا الشهر الاول يا الشهر الثاني روحت شركة تامين مبارح مبارح روحت شركة تامين قالوا لي 4000 اذا مي حامل 17000 اذا حامل هل في شركة تامين تغطي عائلتي اذا تربي هي جديد الآن شهر يمكن الشهر الاول او الثاني هذا السؤال شكرا على البرنامج شكرا حبيبي شكرا ام طلال اتفضلي ام طلال سلام عليكم يا هلا اتفضلي اختي يا حالكم يوصو حالكم طيبين الله يسألك ام طلال سؤالت الله خليك بخصوص عني عندي عيال فيما داعي سكري منه على الاول يعني هل يشملهم التعمين مرضى سكر شكرا يا ام طلال دكتور ايضا يعني منحاول نختصر الاجابات على اساس ان فيه مجموعة كبيرة من الاسئلة تفضل دكتور طبعا بالنسبة لسؤال اخ عن صاحب العمل هو غير قانوني ومخالفة صريحة لقانون وطمان الصحي صادر من الحاكم استقطاع المبالغ من راتب الموظف وبالتالي هو يجب ان ينبه صاحب العمل انها مخالفة قانونية صريحة ويمكن ان يساعد او ان يتوجه او ان يبلغ طبعا نعم يتواصل معنا من خلال الموقع الهيئة ومن خلال اي بروميس اللي هو الموقع وفي غرامات على صاحب العمل يعني في كل حالة اعتقد عشر تالاف درهم لكل موظف يتم استقطاع مبلغ مراتب واذا استقطاع الخمسمية بيتفع عشر تالاف غرامة لانها مخالفة صريحة لقانون وضمان صحي الالتزام القانوني هو على صاحب العمل ويجب على صاحب العمل توفير التأمين للموظفين وليس من حقه ان يخصم المبلغ هذا من الموظف ممكن شو يستوي احيانا يقول الباقة الاساسية ان الالتزام القانوني اوفر لك اياها بوفر لك اياها مجانا ما تدفع عليها اي شيء لكن في عندنا اوفر من شركة التأمين مثلا ان اذا تبقى باقة اعلى ممكن الفرق انت تدفع لكن يدفع الفرق فقط ما يدفع تكلفة الكاملة للباقة الاعلى اذا هو كان حاب نسبة لزوجتي حامل في شهر العول مثل ما ذكرنا سابقا ان التأمين هو يغطي مخاطر الصحية المستقبلية يعني اليوم انت لما تشتري التأمين وما عندك امراض يغطيك لله سمح الله لاحتمالية حصول امراض معينة سواء امراض بسيطة امراض كبيرة هو دايما يغطي الاحتمالية في حالة وجود الحمل فبالتالي شركة التأمين متيقنا امي بالمئين راح تدفع تكلفة العلاج وبالتالي اضيف تكلفة باقة الحمل والولادة على باقة التأمين في السنة الاولى لكن بيحصل انه في السنة الثانية يرجع ويصير سعر البوليسة في الوقت الحالي يعني حيدفع التأمين هو راح يدفع اذا هي حامل وبيتشتري التأمين هو حامل الحين بالتأكيد التأمين اذا هو عنده التأمين ايه لكن اذا عنده ما التأمين مقابل زوج هل بتغطي الباقة انه طبعا 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 وبالنسبة لي مرضى السكري تكلمتهم طبعا ايه طبعا مرضى السكري كذلك مشمولين العلاج السكري سواء من النوع الاول او من النوع الثاني مغطى بالكامل في الباقات الاساسية وجميع باقات التأمين الصحي بالنسبة للاشخاص اللي يشيرون التأمين الاول مرة في فترة تنتظار ستة شهور بالنسبة لالامراض المزمنة فقط بعد الامراض بعد الستة شهور يتم العلاج وبعدين في الباقات عند التجديد العلاج هذا يكون مشمول عندي الفيه العاملة بتخلص إقامتها بعد أربع شهور وما عرف بترجع أو لا هل احتاج أن نصدر لها تيمين صحي ولا أنتظر بعد ما ترجع في الحالة هاي نقول بالنسبة للأشخاص اللي راح تنتهي إقامات الخدم عندهم قبل نهاية السنة خلاص إذا هو يعني هو عارف أنه متحمل رزق العلاج عارف يعني حتى في فترة الأربع شهور هاي إذا احتاجت علاج طارق أو علاج مكلف فهو راح يتحمل تكلفة العلاج هذا هل عليه غرامات لا ما عليه غرامات إذا بيعمل لها التأمين مع التجديد هذا شي راجع له ما راح تعتبر معامل جديد لكن احنا ننصحه طبعا أنه يشتري التأمين بالنسبة للتأمين الصحي إذا اشترى لها باقة التأمين وجدد لها بتكمل معها الباقة إذا ما جدد لها ممكن يسترد المبالغ من شركة التأمين أو ممكن ينطلع إلى خادمة أخرى راجعت الشعب لموضوع كبار السن حيث لما أجد تأمين لوالدي أقل من ستة آلاف درهم والوالد لا يشكو من شيء لا تتشعب واي دكتور عشان الوقت بس تسير ستة آلاف صراحة هو إذا يتواصل مع الشركات التسعي اللي ذكرناها في باقات عندهم تبدأ من الفين وخمسمائة درهم بالنسبة للشخص طبعا في باقات أعلى شوي تبدأ خمسة آلاف ستة آلاف عشر تالهم كل ما زادت المزايا بالتأكيد تزيد تكلفة الباقة لكن الباقة الأساسية تبدأ من الفين وخمسمائة درهم في عنا مداخلات خواتي طيب دكتورة تفضلي عند تشسلة بالنسبة للباقة اللي هي بتبدأ بألفين وخمسمائة لكبار السن هل بتغطي حتى العمليات حتى لو في كسور لو في لأنا بتعرفهم بتعرض لها شاشة عظام لا سكري لا ضغط كل هاي الأشياء تغطى دكتور من قبل شركات تأمينة اللي بتبدأ بألفين وخمسمائة صحيح جميع الاحتياجات الأساسية لأفراد مغطاة مثل ما ذكرنا زيارة الطبيب التحويل على الأخصائي العمليات الجراحية يعني هي باقة أساسية تعتبر؟ هي باقة أساسية لما نتكلم عن باقة الأساسية هي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية للفرد مثل ما قلنا زيارة الطبيب اللي هو طبيب العائلة التحويل على الأخصائي لأنها تجي بي قيت كيبر يعني لازم الطبيب العائلة هو اللي حوله إلى الطبيب الأخصائي ومن ثم يشوف الطبيب الأخصائي إذا طلب لأي فحوصات فالفحوصات كلها مشمولة حسب قوانين التأمين الصحي المتعارف عليها طبعا إذا محتاج إلى أي عملية جراحية ضرورية كذلك مشمولة يعني عمليات التجميلية وغيرها مش مشمولة طبعا لكن العمليات الجراحية الضرورية لصحة الإنسان مشمولة الحمل والولادة كذلك مشمولة في الباقة الأساسية وكذلك جميع العلاج الطارق مشمول في الباقة الأساسية طب وإذا عندك مثلا خلينا نقول أكثر من خادمة في البيت خدامتين سائق كذا كلهم كل واحد نفس الرقم كل شخص لباقة كل واحد لباقة آه بعرف كل واحد لباقة بس بأصد هل إذا كانوا أربع أشخاص بيكون في باكيج لألوم ولا لا ألازم دكتور قبر لا تجاوب على هذا السؤال خلني أخذ هذه المداخلة نطولنا على حسن تفضل حسن واختصر لي بارك الله فيك السلام عليك يا هلا تفضل جو الحال يا هلا آه دكتور كم الحال الله يسلمك يبارك فيك آه دكتور الله يسلمك أنا مقيم في الإمارات نزين وآه نشوه تأمين آه في الشركة آه الحين هل أنا ملزم ملزم أنني أعمل آه تأمين في زوجتي وعيالي بعد آه نعم فيه سوار ثاني حسن لا بس شكرا شكرا نسيدي هلا طبعا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم إقامة صادرة من إمارة دبي يجب توفير التأمين الصحي لهم إذا صاحب العمل ما وفر التأمين الصحي لأسرة الموظف بالتالي يكون الالتزام على الموظف للحصول على التأمين الصحي لأفراد أسرته ومثل ما قلنا فيه باقات جدا منافسة موجودة تقدمها الشركات المرخصة من قبل الهيئة بالتالي الإجابة إذا كانت إقامات تمصادرة من إمارة دبي فنعم طيب دكتور هذا يقودني إلى السؤال يعني معظم الأسئلة ليت أن حتى خلال الفترة هذه اللي الواحد يتكلم عن الفترة اللي ما فيها غرامات على الأفراد طيب في حال مرض العامل عندك الالتزام القانوني في علاج هذا العامل يقع على من يقع على العامل يقع على الكفيل على الكفيل على الكفيل نعم قانونا مسؤولية الكفيل علاج العامل فأنت حين وفرت للكفيل فرصة للحصول على التأمين الصحي أنه التأمين من خلال مبلغ بسيط يوفر عليه احتمالية مبالغ كبيرة نتيجة العلاج وكثير من الأشخاص نشوفهم أخوي محمود يقولك يا الله كم سنة الحين الخدامة شوي تمرض نشتري لها دواكحة نشتري لها بنادول والأمور ماشية وبعدين يعني يشوف الصحة شي راح يلحق الجميع كل حد في وقت من الأوقات راح يكون محتاج للصحة حتى لو مجموعة من السنوات هو كان مرتاح والأمور يعني هذه طبيعة الإنسان هذه طبيعة البشر وبالتالي الشي هذا ياهيك ياهيك متى ما تعرف فأنت هنا من خلال التأمين الصحي تحمي نفسك وتحمي أسرتك من مخاطر العوز المالي أو الحاجة المفاجئة إلى أنك تدفع مبلغ كبير من المال يساعد كثير من الحالات شفناها وإحنا في المرحلة الياية في برنامجنا الإعلامي أخوي محمود ما نركز على كثير من الحالات هاي وكثير من الأفراد هاي الحابين يتكلمون عسى بيوصلون الرسالة هاي لأفراد المجتمع سواء شخص اشترى التأمين وبعدها بفترة قصيرة فعلاً حتاج مبلغ كبير وتم يحمد الله في كل حوال دكتور يعني حتى الأدوية اللي بتشتريها هذه مبلغ يعني المبلغ هذا يعني استثمر في التأمين كثير منهم يقول لك إحنا دخلنا شفنا الدكتورة وسوينا أشعة ودفعنا أدوية ودفعناها 500 دم ياري الدافعين 500 على التأمين وعلى أقل غطيناها لمدة الشركة ما عاملة تأمين إلينا ولا تدفع لنا شيئاً للعلاج بخصوص التجديد السنوي هل في مجال استمرار التأمين في حال لم يتم الاستفادة من خلال السنة يعني يتم ترحيل المبلغ للسنة الجديدة الدكتور جاوب عليه السلام عليكم ما هو الحل في حالة لدي أمراض سابقة طبعاً اللي يقول عن الشركة الدكتور أنت بعد كذلك جاوبت أن هذا التزام على الشركة أنه لازم تسوي وإذا ما صار أنه ممكن يتواصلون معاكم إذا عنده أمراض سابقة شي يسوي مثل ما ذكرنا في حالة شراء التأمين للمرة الأولى في فترة انتظار لشمول الأمراض السابقة بالتأمين الصحي لمدة 6 شهور بعد 6 شهور تدخل أوتوماتيكياً جميع الأمراض السابقة على التأمين طبعاً نتكلم عن الأمراض المزمنة موش الأشياء بس ما بيدخل في الغرامي لأن هون مع الغرامي هذه السنة هو ردي عمل الباقة هو اشترى الباقة هذا السؤال شوية مختلف الدكتور يقول بخصوص التجديد السنوي هل في مجال استمرار التأمين في حال لم يتم الاستفادة من خلال السنة يعني يتم ترحيل مبلغ السنة هو مش كردت لمت يعني هو هو تأمين صحي طبعاً إذا في فرصة أخوي محمود بس بذكر طبعاً فريق هيئة الصحة مع مجمع من شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة وفي فرصة إذا ما بدأت أقول له مشروب اليوم ده ما حقول على كرمال دكتور حيدا ما بقضل الله يبارك فيه شاينك طب جداً مهم راح يكون فريق الهيئة مع فريق شركات التأمين متواجد في الأماكن التالية على مدى الأسابيع القادمة يمكن للأفراد شراء البقات لهم لفئات العمالة المساعدة لديهم الأفراد وسرهم من شركات التأمين هاي الفريق متواجد في مستشفى دبي من اليوم إلى تاريخ 23.6 في مستشفى راشد من 26 إلى 36 شو أشياء دكتور هاشان بس هذا بننشرها كذلك على وسائل الاجتماعي لاحيما دام اللي يسمعنا ممكن نقول ليابي هدو على أساس النهار مستشفى دبي من 20 إلى 23.6 من 20 إلى 23.6 نعم مستشفى راشد من 26 إلى 36 من 26 إلى 36 مستشفى حتى من 11 إلى 14.7 14.7 هل بتأخذون إجازة وقت العيد؟ يعني الشركات التأمين بيأخذون إجازة لكن هم شغالين على طول يعني ممتاز لكن هاي تواجد الفريق فقط في الأماكن هاي لكن طبعا هم جميع الشغالات الشركات عفوان شغالة على طول يعني ما فيه لكن احنا حبينا نكون دايما جريبين للجمهور وبالتالي بنكون متواجدين في الأماكن هذي وكذلك في مجموعة من مؤسسات حكومة دبي كذلك قاعدين ننهي الجدول الحين ويتم الإعلان عنه قريبا فمستشفى نحن سؤال نحن سؤال الحلقة كان يقول مريض السكر النوع الأول معتمد على الانسرين أهم شيء يهتم بحساب الكربوهايدرات هذه هي الإجابة السليمة ونوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال ونترى نتيجة السحب عنا ثنينة بيفوزون بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هذه الصحة في دبي دكتور كم سعر الباقة الأساسية للزوجة بالنسبة للزوجة تتراوح الباقة هاي تختلف باختلاف الشركات بعض الشركات التسعة توفرها كذلك من الحوالي 750 درهم بعضها تصل إلى حوالي 1400-1500 درهم طبعا بحالة الزوجة لأنه كذلك تغطية الحمل يكون مشمول فيها وبالتالي السعر أحيانا عند بعض الشركات يكون أعلى شوية بعض الشركات الأخرى تحسبها من ضمن الرزق العام لجميع البورتفوليو وإذا هي ما بتحمل في الحالة هي ما يزاد عليه إيه ما يزاد عليه إيه إيه سواء إذا كانت الفئة العمرية اللي تزيد عن مرحلة الحمل أو كان عندها مثلا شاي للرحم أو كذا إذا أثبتت أنها فعلا غير قادر على النجام بالتالي تنقص ترجع للسعر هذا جيد طيب دكتور الشركة ما تريد تسوي تأمين والعلاج على حسابنا شو نسوي وإذا قلنا يقولوا cancel أبو ساهر والله هذا الحين التزام قانوني على جميع الشركات العاملة في إمارة دبي مربوط مخالفة قانونية وفيها غرامات وغرامات موايد أكبر من جيمة التأمين الصحي يعني يشتري لهم التأمين ويوفر على نفسه غرامات الغرامة 500 درهم لكل عامل أو لكل موظف لكل شهر في كل شهر في كل شهر نعم وبالتالي ورح الشركة رح يظهر يعني مع كل تجديد فيزا رح هو يقدم رح يبين عنه على طول على السيستم أنه ما عنده تأمين وبالتالي ما في مناصم للشركات من الحصول يعني بدنا الله تعالى على مدى الأسابيع القليل القادم جميع الشركات يجب أن تكون مؤمنة ولا ما رح تقدر تكمل معاملاتها ما رح تقدر تكمل إجراءاتها وكذلك رح تعرض نفسها للغرامات فبالتالي قانون التأمين هو قانون حماية لجميع أفراد المجتمع والقانون وضح مسؤولية توفير التأمين على صاحب العمل ما فيها أي منقشة إذن واضح يا أبو ساهر أنه لا تحاتي القانون يعني واضح هذه أبو ساهر وكل الأسئلة اللي كانوا يتكلمون على أساس أن الشركات ما قاعدة توفر أو ممكن تخصم من الراتب أو 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 هذه كلها مخالفات قانونية ذكرها الدكتور الدكتور قبل لنعلن أسماء الفاجزين وإن الدكتور عندك آخر سؤال بس الأولاد هل في يفرق من رضع كبار كذا كلهم نفس الرقم نفس الرقم جميل طيب إذن كلمة أخيرة بخليك تقولها الدكتور وإذا حصلنا لتشوفك دكتور ممكن ناخذ نصيح أحنا نتذكر الجميع بأهمية التأمين الصحي لحمايتهم وحماية أفراد أسرهم وحماية المكفولين لديهم التأمين مصمم لحماية أفراد المجتمع وبالتالي نشجع دائما الأفراد أنهم ينظرون له كتكلفة إضافية وإنما ينظرون له كنوع من أنواع الحماية نرجو التواصل مع فريق الهيئة اللي راح يكون متواجد في الماكن هاي كنها طبعا في كل موقع من المواقع راح يكون الفريق متواجد مع عدد من شركات التأمين وبالتالي يقدر الشخص يشوف الباقات المختلفة يشوف أسعارها ويختار الشيء الأنسب له كثير من الباقات هاي كذلك توفر علاج خارج الدولة في البلد الأم للشخص إذا كان مقيم وبالتالي ممكن كذلك يستفيد من باقات تعطي العلاج حتى لما يطلع مثلا في فترة الإجازة جميل على السريع بس نذكر أسماء الفائزين معنا زياد أحمد سعيد الفائز الأول زياد أحمد سعيد والفائز الثاني أحمد الشحي أحمد الشحي بيتواصلون معاكم إن شاء الله من التنسيق دكتور يعني وردت مجوعة أسئلة أعتقد عندنا كم دقيقة عندنا دقيقتين عندنا دقيقتين هاي عندنا دقيقتين لحليهم خمسين نزيل نزيل دكتور إلى متى آخر فرصة سماح للشركات ببدأ التأمين ثلاثين ستة ما هي الشركات التي تؤمن بسبعمية وخمسين للزوجة تسع شركات تسع شركات اللي ذكرناها نعم مجموعة منها توفر بلاس بالنسبة للخدم الجدد اللي تحت فترة الاختبار من قبل مكاتب الخدم ما لنعلاقة إذا مرض في فترة الاختبار فهي مسؤولية الشخص وإذا رد الخدامة بالتالي ترد لشركة التأمين المبلغ أو يقدر يحولها إلى الخدامة البديلة اللي بات حال الشركات عليها رقابة تجديد التأمين أم أن يتم مراقبتهم بالتأكيد كل شيء موجود عندنا في النظام الإلكتروني وتراقب عمليات التجديد أشكرك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة تمويل الصح حي فيها تصحب دبي حلقة جميلة كانت معه كالعادة وسريعة جدا ما فيها مشروبات اليوم لا احنا شريطنا من التأمين خلاص ايضا الشكر الأكبر اللي تجد دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية العلاجية وهي تصحب دبي أنا اللي استفدت اليوم حقيقي بالعكس وجود الصحة والعرق إن شاء الله تعالى إن شاء الله يا رب وإيضا كل الشكر حق إن شاء الله إن شاء الله تأشر من الصبح أشواق مسعد والشكر الأكبر حق مخرجتنا ميثة بنبيات وعلى طولة بالها علينا وأيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة إن شاء الله في يعني كل ما يهمكم في الصحة وأيضا في رمضان والصيام مع خبيرة التغذية الدكتورة وفا عايش هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بشو دكتورة صحة وسعادة يا السلام عليكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي